موسيقى نشرة أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي والبداية بأبرز العنوين في قداسة انشارك فيه الألاف في العاصمة البحرينية بابا الفاتيكان يدعو الالتزام لقيم الإنسانية والتخلي عن خيار الحرب موسيقى واشنطن ترسل مزيدا من المساعدات العسكرية لكييف وبوتن يحذر من أن حلفاء وكرانيا الغربيين يدفعونها لوضع خطير موسيقى أهلا بكم من جديد استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مولود تشاوش أغلو وزير خارجية تركيا بحثت خلال اللقاء أفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية كما بحثت جهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما كما نقش سموه ومعالي وزير الخارجية التركي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن الغذائي والطاقة وتبادل وجهات النظر في شأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما بحث سموه خلال استقباله في أبو ظبي معالي دمق مكون النائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي العلاقات الثنائية وسبول تعزيزها وتوسيع أفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين كما نقش سموه ومعالي دمق مكون عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ورحب سموه شيخ عبدالله بن زايد النهيان بإعلان اتفاق السلام بين جبهة تحرير تيجري والحكومة الإثيوبية مشيدا بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق استقبل سموه شيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بيلاول بوتو زردار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبول تعزيزها وتوسيع أفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهم الصديقين كما استعرض الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبدل وجهة النظر في شأنها كما استقبل سموه معالي جابرييليوس لانتس برديس وزير خارجية جمهورية لتوانيا وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الإماراتية اللتوانية وسبول دفع أفاق تعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعقب اللقاء وقع الجانبان على اتفاقية تسليم المجرمين بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لتوانيا كما وقع على اتفاقية في شأن نقل الأشخاص المحكم عليهم بين البلدين كما استقبل سموه معالي كاسيفا سوانثن شان مقام وزير الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورا بحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي عقد في أبوظبيل علاقات الثنائية والشراكة القائمة بين البلدين والسبول لاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز أفاق التعاون في مختلف المجالات أقام قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية قداسا حضره الآلاف من الكاثوليك في البحرين وأعضاء الجالية الكاثوليكية الأجنبية من جميع أنحاء الخليج العربي وبلغ عدد الذين حضروا القداس ثلاثين ألفا امتلأ بهم استاد البحرين الوطني وهذا هو ثاني أكبر تجمع لقداس بابوي في الخليج العربي بعد آخر استقطب أكثر من مائة ألفا في الإمارات عام 2019 وفي عظته ندد البابا بالانقسام وبالسياسة تكتل بين الشرق والغرب وبلجوء إلى الأسلحة في تسوية الأزمات الدولية يبدو لنا في هذه الأوقات أننا نشهد سيناريو خال من الحكمة في ساحة الإنسانية وعوضا من أن نغرس قيم التكاتف فإننا نلعب بالنار وبالصواريخ والقنابل من جهة أخرى رحب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وبكبار رجالها في عالمنا العربي معربا عن سعادته بالشراكة التي تجمع الكنيسة الكاثوليكية بمجلس حكماء المسلمين في مسيرة الأخوة الإنسانية التي انطلقت في مصر مرورا بدولة الإمارات العربية المتحدة واليوم في مملكة البحرين الشقيقة حيث شكل هذا الاشتماع محطة مضيئة في مساري حوار الأديان وبين الإمام الطيب أن ما يعانيه إنسان اليوم من ألام ما هو إلا نتاج لإقصاء القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية مشاهدين للمزيد عن هذا الحدث ينضم إلينا عبر تيمز من العاصمة البحرينية المنامة الكاتب والمحلل السياسي عبدالله الجنيد أهلا وسهلا بك سيد عبدالله يعني خطاب عن السلام وعن ضرورة تكاتف الإنسانية حول قيم مشتركة ما أهمية أن يصدر هذا الخطاب على لسان بابا الفاتيكان من دولة خليجية كالبحرين أسأل الله مساك ومساك مشاهدي القناة سيدة أروى بالتأكيد الرسالة لها مدلاتها القيمية والروحية وكذلك أبعادها الاجتماعية والسياسية أن تأتي هذه الكلمة من منبر يعتلي البابا فرانسيس وشيخ دكتور أحمد الطيب وكليهم لهم رمزيتهم الروحية والاجتماعية وكذلك الثقل السياسي فلذلك رسالة الرسالة المشتركة في عملية التاخل الإنسانية نبذ العن في حل الإشكالات أو الإشكاليات أو النزاعات كذلك عملية محاولة تصحيح الخطبات الدينية التي تسيست ليس فقط في الشرق ومنما في عموم العالم فهذه الرسالة مهمة أن تأتي مشتركة من قبل رأسي الهرم المسيحي والإسلام نعم لكن لقاء حتين القامتين الدينيتين للمسيحيين والمسلمين شيخ الأسر الشريف وبابا الفاتيكان هذا اللقاء كيف سينعكس على المشهد الدولي بشكل عام؟ ما نحتاجه هو استدامة وضع عاليات يعني اللقاء الأول في الإمارات في 2019 نتج عنها الكثير منها مثلا يوم التآخي الإنساني والذي قررته الجميع العامة الأمم المتحدة كون الرابع من فبراير من كل عام هو يوم التآخي الإنساني وهذا المشروع تقدمت به الإمارات المملكة العربية السعودية البحرية ومصر ما نحتاجه هو المزيد من مثل هذا المقال يعني الآليات التي تقدر أن تصنع مغربات إذا ما نتمكن نتحدث عن التسامح التآخي الإنساني ما نحتاجه هو أدوات تمكين لهذه الثقافة عندما يرى العالم أن هناك رسالة موحدة تخرج من الكنيسة والأزهر وهما أعلى سلطتين روحيتين فبالتالي يعني من يريد العمل ضمن نطاق التسييس أو ضبابية أو تضبيب المشهد فيه في لحاء أو نغر رسالة أو تسييس أهداف من دولة تنوزع سيد عبد الله هذا اللقاء اليوم التاريخي واللقاء المتسامح الذي جمع بين قامتين دينيتين للإسلام والمسيحية كيف نستطيع أن نترجمه؟ أو كيف سيترجم على حوار الأديان؟ هذا هو لنأتي للنماذج البحرين تمثل أنوان للتعايش بين كافة الثقافات باختلاف المذاهب والانتمعات الدينية الإمارات كذلك وهي مجتمعات مستقرة تمثل عنوين لهذا التسامح والنمو والاستقرار والأمن فبالتالي ونحتاجه لذلك يأتي بابا الفاتيكان للإمارات والآن في البحرين لإصال رسالة أن عملية التقاربات بين الشعوب في عملية التآخي تحتاج المزيد من هذه النماذج من المجتمعات وليس التطاحن السياسي فهذه الرسالة الروحية مهمة ويمكن البناء عليها اجتماعيا وسياسيا نعم سيد عبد الله البابا فرانسيس جعل من حواره مع العالم الإسلامي بالتأكيد سمة مميزة لبابويته من المنامة سيد عبد الله الجنيد كنت معي عبر تيمز شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مشاهدين نقف الآن عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمستمرة منذ فبراير الماضي قال رئيس الروسي فلادمير بوتن إن ما يطلق عليهم أصدقاء أوكرانيا قد دفعوا بالوضع إلى نقطة أصبح فيها خطيرا لروسيا ودحريا للشعب الأوكراني ووجه بوتن في كلمة له بمناسبة يوم الوحدة الوطنية وجه اتهامات إلى الغرب مضيفا أن سياسة الغرب تهدف إلى إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها ووصف القيادة الأوكرانية مرة أخرى بأنها نازية جديدة وقال أن صراع النظام بين البلدين حتمي وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلادمير زيلنسكي إنه لا يرى رغبة من جانب موسكو في التفاوض لإنهاء الحرب ضد بلاده زيلنسكي قال أن روسيا ترسل عشرات أو مئات الألاف من الأشخاص للقتال مضيفا أننا مستعدون الآن للسلام سلام عادل ومنصف أعلن صيغته عدة مرات وأضف أن قبل كل شيء يجب أن تعترف روسيا بحدود أوكرانيا وبسلامة أراضيها بموجب القانون الدولي قالت الولايات المتحدة أنها ستقدم ساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن تجديد دبابات من طراز تي 72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك وقالت متحديثة باسم وزارة دفاع الأمريكية قالت أن بلادها ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز تي 72 من جمهورية تشيك سيتم تجديدها كما ستقدم تمويلا لتجديد بعض صواريخ أنظمة هوك لدفاع الجوي نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل شرم الشيخ المصرية تستعد لمؤتمر الأمم المتحدة عن تغير المناخ كب 27 وصد توقعات بحضور واسع لزعماء العالم اشتركوا في القناة عمر وبنى وثبت هذه الراية دائما مرفوعة العنصر البشري بالنسبة له هو العنصر الأساسي في حياة شخصا اللوكان وأبوكم زائد اليوم موجود بيكون جداً فخور قالوا أن التاريخ ما يكتب إلا لقوياء لكن الحقيقة أعمق من شديد لأنه قصص وأسرار عادات وأحداث دراسات وأثار وما زال يخبرنا عن مواقع ووقائع غيرت شكل حاضرنا ما بين قصور وصخور كتب التاريخ سطور أرث الخميس التاسع ونصف مساء على قناة الإمارات أعلم بكم من جديد وقبل مواصلة نشره هذا تذكير بأبرز العنويين في قداساً شارك فيه الألاف في العاصمة البحرانية بابا الفاتيكان يدعو الالتزام القيم الإنسانية والتخلي عن خيار الحرب واشنطن ترسل مزيداً من المساعدات العسكرية لكييف وبوتن يحذر من أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدفعونها لوضع خطيئ في العراق طلبت قوى سياسية رئيس الوزراء الجديد محمد شيعي السوداني بالاستمرار في بناء علاقات متوازنة واستكمال ما بدأه رئيس الوزراء السابق مصف الكاظمي في مد جسور ثقة مع محيطه العراق العربي وقال السياسيون أن العراق يحتاج إلى علاقات متوازنة في محيطه لدعم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد استكمال ما بدأه رئيس الوزراء العراق السابق مصطف الكاظمي من إعادة التوازن في العلاقات الخارجية للعراق سواء على مستوى العمق العربي أو المحيط الإقليمي منهج طالب سياسيون من رئيس الوزراء الحالي محمد شيعي السوداني أن يتبنى للفائدة التي ستعود للعراق عبر تنشيط هذه العلاقات خصوصا مع دول الخليج العربي التي تربطها مع العراق مصالح مشتركة تحتاج إلى استراتيجية ثابتة ذات أهداف وآليات واضحة المعالم يمكن على أساسها بناء مبدأ الثقة المشتركة في التعامل والتعاون نجاح من نجاح الاستمرار وتكملة العمل العربي العراقي لأن المحيط العربي له الكثير من الإيجابيات في تحديد أو تقليل التحديات العراقية العراقية وخلق فرص إيجابية لهذا الأمر إنعاش الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني وغيرها من الثمرات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من تجدير علاقاته العربية خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد أوضاع غير مستقرة على مستوى العالم والشرق الأوسط ويمكن أن تنعكس على أوضاع العراق الداخلية وتزيد من معانته تعمل مثلا الرمط الكهربائي أن تعمل على تبادل الخبرات أن تعمل على تبادل ثقافي سياسي اجتماعي العراق يرحب بهذا وأنا أعتقد السيد السوداني من هذا الطراز من السياسين ولعل القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية مؤخرا وشارك فيه العراق كان لها دورا مهما في وضع اللبنات الأولى لتجسير العلاقات العراقية العربية والانطلاق بها صوب الاستقرار انفتاح العراق على عمقه العربي وفق علاقات متوازنة له أهمية كبيرة يمكن أن يجني ثمارها في وقت قصير ليس على المستوى الاقتصادي والأمني وحسب بل على مستوى عودة العراق للعب دور مؤثر في الساحتين الإقليمية والدولية لقنوات أبو ظبي موفق مجيد بغداد تتواصل التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ السحلية المصرية وينتظر أن تتخذ جملة من الإجراءات خلال المؤتمر في شأن مجموعة من القضايا المناخية ومنها الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي من الدول المتقدمة للبلدان النامية ومن المتوقع أن يشارك مئة رئيس دولة وحكومة للمؤتمر بخلاف عشرات الألاف من المندوبين وممثل المجتمع المدني والمنظمات والهيئات والشركات المعنية بقضايا المناخ للمزيد مشاهدين ينضم إلينا من شرم الشيخ موفدنا محمد عبد الكريم أهلا وسهلا بك محمد حدثنا بدورك وأنت الآن موجود في شرم الشيخ عن آخر الاستعدادات والتحضيرات حول هذا المؤتمر ومن سيشارك أهلا بك زميلة أروى وأهلا بالسادة المشاهدين من هنا من شرم الشيخ المصرية حيث تستضيف يوم غد بإذن الله وقائع قمة المناخ كوب 27 في القارة الإفريقية بعد أن غابت القارة عن تنظيم هذه القمة قبل ست سنوات كانت آخرها في مراكش المغربية هذه القمة التي ستستمر حتى الثامن عشر من هذا الشهر تعول عليها كثيرا حقيقة القارة الإفريقية وتنظر إلى شرم الشيخ كسفيرة لشعوب المنطقة كونها أكثر المناطق ربما تضررا بتغيرات المناخ وفي الوقت ذاته أكثر أو أقل المناطق تأثيرا على التغيرات المناخية الرئاسة المصرية لهذه الدورة تعول الكثير وتحمل مسؤولية هذا الأمر حقيقة ووضعت العديد من المبادرات المهمة المتعلقة بالمناخ لعله أبرزها هي انتقال الطاقة بشكل عادي لشعوب المنطقة وكذلك دعم استدامة المياه والغذاء في القارة الإفريقية ومن أهم المبادئ هنا في هذه القمة أروى هي العمل على تحقيق أهداف هذه القمة وفي الوقت ذاته عدم تجاهل الأضرار التي يشهدها العالم في هذه الأثناء دولة الإمارات حقيقة بمشاركتها بأكبر وفد عبر تاريخ مشاركاتها في قمة المناخ تدعم أيضا الرئاسة المصرية لهذه القمة وهمية تحقيق أهدافها كونها مرتبطة أيضا ارتباط وثيق ربما بالمخرجات والمعطيات التي ستخرج وتنتج عن هذه القمة وستؤدي وتمهد أيضا للقمة القادمة كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أيضا تشارك بوث كبير جدا بوجود وحضور أكثر من 40 ألف مشارك من 197 دولة هناك أهداف عديدة لهذه القمة حقيقة سنكون معكم أولا بأول خلال هذه الفترة أروى حتى الثامن عشر من هذا الشهر حتى انتهاء وقائع هذا المؤتمر لك الكلمة والصورة أروى نعم شكرا جزيلا لك محمد عبد الكريم وفد قنوات أبو ظبي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من شرم الشيخ شكرا يا محمد قالت ثلاثة مصادر إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور أساسا لمحادثات بوساطة دولية في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عاموات تتضمن مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين تتضمن تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق ومشان توصل الاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات وأن يجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه سيستأنف مسيرتها الاحتجاجية إلى إسلام أباد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أثناء محاولة اغتياله في الوقت الذي نظم فيه أنصاره احتجاجات في البلاد تسببت في إغلاق الطرق الرئيسة وأضاف خان أن مسلحين اثنين حاول اغتياله في بلد له تاريخ طويل من العنف ضد وافع السياسية وجاءت كلمة خان بعد أن خرج أنصاره إلى شوارع المدن الكبرى الجمعة وأغلقوا طرقا رئيسة واشتبكوا في بعض الأماكن مع قوات الأمن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن القوات الجوية الأمريكية تعتزم نشر قاذفات بي وان بي الاستراتيجية اليوم في المناورات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية وابلا من الصواريخ في الأيام الأخيرة احتجاجا على المناورة بين الجانبين هذا وتجري سيول وواشنطن تدريبات جوية منذ الاثنين الماضي ردا على ما وصفته بالاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية حثت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حثت الصين على الامتناع عن التهديد أو الإكراه أو الترويع أو استخدام القوة وعاد بيان هذه أن في ختام اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع التي سمرت ليومين أعاد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان لكنه عبر أيضا عن هدف تعاون مع الصين حيث ما أمكن وذلك للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالصحة وبالمناخ قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شهور الإنسانية أوتشا الخاص بإثيوبيا قال إن الأمم المتحدة تعمل أن تتمكن من استئناف توصيل المساعدات إلى منطقة تيجريل إثيوبية التي مزقتها الحرب خلال أيام عقب توصول الاتفاق هدنة بين الأطراف المتصارعة لكن بعض المناطق النائية ما زالت خارج النطاق واتفقت إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجريل التي تسيطر على الإقليم الأربعة تفقتا على وقف دائم للأعمال القتالية وجاء ذلك بعد حرب استمرت لعامين وأصفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على أن الديمقراطيين سيفوزون في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل لكنه حذر من صعوبة العامين المقبلين إذا صحت توقعات استطلاعات الرأي التي تؤشر حتى الآن إلى فوز محتمل للجمهوريين وعرب عن تفاؤله بأن حزبه يمكن أن ينتصر وقال أمام حاشدين في شيكاغو أنا لا أعتقد مطلقا أننا في ورطة أعتقد أننا سنفوز حقا هذا أعلن رئيس السابق دونالد ترامب عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 بحسب ما ألمح قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي مراهنا على هزيمة كبيرة للديمقراطيين الذين ألقوا بكل قوتهم في المعركة لإنقاذ مقاعدهم المهددة بما في ذلك في معاقلهم مثل نيويورك وتتوقع استطلاعات الرأي فوزا كبيرا للجمهوريين في مجلس النواب الذي سيجدد بالكامل في شأن آخر قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعقيبا على استحواذ الملياردير إيلون ماسك على شركة تويتر قال إن ماسك اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيبة في إنحاء العالم وعبر بايدن عن قلقه من قيام ماسك بشراء أداة ترسل الأكاذيبة وتنشرها في أنحاء العالم على حد وصفه مضيفا أنه لم يعد هناك محررون في أمريكا فكيف نتوقع أن يتحل الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر بهذا مشاهدين نصل معكم إلى ختام نشرة الثالثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر